موضوع فاطمة اللي أنا فهمت من الكلام لأن الكلام ما كانش مرتب وموضوع كثيرة لكن اللي أنا فهمتوا أن فيه سحر معمول لها بالعيش وتزواج الزوجة وبعدين فيه سحر اتعامل تاني وكتبص يا جماعة لو اجتمعت الأمة كلها الإنس والجن على أن ينفعوك بشيء لم يكتبه الله لك لن ينفعوك وعلى أن يضروك بشيء لم يكتبه الله عليك لن يضروك بشيء طيب الوضع إيه إحنا دينا معلمنا التحصين يعني إيه التحصين يعني إزاي يكون أنا جسدي وحالي غير مؤهل أن يحصل عليه سحر ولو حصل يتفاك زي النبي صلى الله عليه وسلم عادوا على النبي أظن لي ما فيش تحصين أكتر من كده وما فيش حماية وحفظ أكتر من كده ومع ذلك سحراته المرأة اليهودية والنبي عليه الصلاة والسلام نزل عليه جبريل على الأفصول بإيه بيل مع وستين ويقوله والله أحد طيب أعمل إيه زي ما أقول لكم كده دايما ببقى على وضوء بتوضى دايما على وضوء ولو نقضت وضوءي أروح أتوضى تاني الصلاة على وقتها السنن النوافل أسكار الصباح والمساء أسكار الصباح والمساء أصلا حسن الوحدي والصلاة حسن والوضوء حسن ولا إله إلا الله حسن وسورة البقرة لا يستطيعها البطلة يعني إيه لا يستطيعها السحرة لازم أقرأ سورة مش أسمعها مش أسمع سورة البقرة لا أنا أقرأها أقرأها بصوت كده وبصوت وودني تسمع صوت لساني وهو بيقول تمام كده خديها على مدار اليوم سورة البقرة لا يستطيعها البطلة يبقى أنا باخد بالأسباب وبعدين بقى 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 على نفسي الفاتحة سبع مرات قاية الكرسي قاية واتبعو متاتلو الشهاتين على ملك سليمان وبعدين أواخر سورة البقرة كل والاحث سلاسن كل عصب رب الفلق سلاسن كل عصب رب الناس سلاسن بنفخ سلاسن بسم الله أرقيني من كل شان يؤذيني ومشوروا كل عين حاسدة الله ياشفين أعيزكم بكلمات الله التام من كل شيطان أهم من كل عين اللام وأفضل أقول أدعية الرقية كلها قرأت على نفسي وقرأت على جدراني البيت في كل بيت قرأت عليه آية الكرسي قرأت على المية بتاعة اللي باشرب منها وببخ منها واختسل منها ولكن أحط زي طبق وحط فيه مثلا فوط أو ميلايات وتختسلي بمية القرآن وتجيب الفوط والميلايات تنشرها أو تجيب المية تسقي بها الزرع ما تترمش في الحمام كل الحاجات دي أنا بعملها وباخد بالأسباب أن ربنا يحصني كده سبع تمرات صباحا وسبع تمرات مساءا أقهى الجسمي أنه ما يكونش مكان لسكنة الجن والشياطين بقهى الجسمي حتى لو هو استغفر الله ما أعمل لك حاجة أو كذا يطلع بالكلام ده قبل استعانى بالله سبحانه وتعالى وده بتلاقه نصبيري عليه وتعملي الحاجات دي ده يحصل إيه بس خلاص ينفك ولا أي حاجة لا يضرك الأمر لا يضرك وده الله سبحانه وتعالى يا رب يعافيكي من هذا الأمر